نادي الزمالك الإعلام الأبيض اللي دايماً بيروج إلى أنه هناك مؤامرة وأن نادي الزمالك ضحية دائماً وأن هناك لدى الدولة توجه واتجاه لمنح الدوري للنادي الأهلي ومساندة النادي الأهلي في أي بطولة وأن لو الخيار ما بين الأهلي والزمالك مين يكسب البطولة دايماً دايماً الخيار بيبقى لصالح النادي الأهلي والرد بسيط وسهل ولكن هناك مجموعة من البشر يستهلوا ان هم يضحك عليهم هنسأل بعض الأسئلة هل الأهلي والدولة هم اللي مشوا باتشيكو؟ هل الأهلي والدولة هم اللي راحوا تعادلوا أربع مطشات أو تعادلوا ثلاث مطشين ويخسروا مطشين في دوري أبطال أفريقيا؟ هل الدولة وهل الأهلي هم اللي راحوا ومسكوا الزمالك خلوه يخسر من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف أو خلوه يخسر أو يتعادل مع نادي أسوان؟ هل إدارة الدولة والدولة والنادي الأهلي هم اللي خلوا نادي الزمالك يمشوا مصطفى محمد الهداف والمهاجم الوحيد بالنسبة ليه النادي الزمالك؟ هل الدولة هي اللي خلت ساسي لحد النهاردة يرفض تجديد تعاقده مع نادي الزمالك على الرغم من الحملة الكبيرة اللي قام بيها جمهور نادي الزمالك للتعبير عن مدى حبهم لفرجاني؟ ولكن ما لقوش نفس الحب وما لقوش عند فرجاني الحب المتبادل يعني طبيعي أن لاعب لما يلاقي جمهوره بيحاول يعمل أي حاجة عشان يكمل معهم طبيعي أن اللاعب دوت يعني يتعاطف يبقى فيه جزء من الإنسانية والمشاعر الإنسانية عند هذا الشخص ولكن هذا لم يتواجد مع الفير ساسي على الرغم من السيدة الفضلة اللي راحت باعت حلقها وراحت تسلمه تمن الحلق واللي قالت لك أنا هبيع مدفن بتاعي عشان ساسي مش مشكلة أنا أتدفن في أي حتة مع أن إكرام الماء يتدفنه مش مشكلة بس أهم حاجة ساسي الجمهور اللي طلع قالك أبيع لباسي وأجدد لساسي أو أبيع بكسراتي وأجدد لساسي محدش في الدولة اتدخل في الموضوع ده ولا الأهل اتدخل في الموضوع ده فكفاية كفاية ضحك على الناس الغلبانة وكفاية تزييف للحقائق وتدليس للأمور على المشجعين أو على المتابعين البعض اللي زي فرح ومقدمة البرامج في قناة النادي المنافس بيهجموا خيارات حسام البدري يعني حسام البدري دلوقتي بصوا يا جماعة وإحنا نعمل هنجيب فرح ونجيب لقاء ونجيب من تاني الأخت شيمة ونجيب هم يمسكوا الجهاز الفني لمنتخب مصر هم اللي يحددوا الخيارات الفنية وكل واحدة فيهم تدرب يوم وتمسك المطبخ يوم وتمسك البرنامج يوم يعني هم يبدلوا كده فيما ببتهم يعني عشان اللي بيحصل دلوقتي في الكرة والله مهزلة كل من هب ودب بيطلع وقولك ليش معنى فلان الفلان ما تضمش وش معنى جوزي وجوزي أحسن وجرب جوزي يومين وشوفوه كلام دوت لا يليق نهاردة اللي أخت فرح دخلت في المعمعة وقالت لك إيه بقى اختيارات حسام البدري لقائمة منتخب مصر زعلامة إزاي ما يدمش أوباما والروح يدم أفشا يا بنتي أفشا يعني انت عارف أفشا ده انت بتكلمي عن مين يا أخ فرج انت عارف أفشا ده مين أفشا ده الاتحاد الأفريقي مختاره في الجولتين الثالثة والربعة أفضل لاعب وأفضل هدف فيه الدوري أبطال أفريقيا أفشا ده اللي من ثلاث شهور أو أربع شهور جاب جون عمل زلزال وانقلاب في النادي المنافس مجلس قدرة شال ولحد دلوقت في مشاكل وأزمات بسبب الجون بتاع أفشا فتيجي النهاردة يا أخ فرج تقول لي هو أفشا عمل إيه لا أفشا عمل كتير بس الواضح ان انت قعدتك في المطبخ كتير هي اللي مخلياكي تعرفي أفشا عمل إيه تعالوا نروح لواحد اسمه شيحا شيحا عارف انت شيحا يا حمار شيحا أخ شيحا تلع في أحد البرامج هاجم حسام البدري لاختياراته لعبي النادي الأهل هاجمه في مين بقى قالك ازاي يضم حمد فتحي وما يضمش إمام عشور هو بني آدم شيحا وانتوا عارفين الشيحا بتتقل لي مين بتتقل لي الحمار فالشيحا قالك ازاي حمد فتحي بناء على ايه حمد فتحي يتاخد وبيعمل ايه اصلا حمد فتحي عشان ياخده منتخب مصر وما ياخدش إمام عشور حمد فتحي اللي واحد من اهم لعبين النادي الأهلي في بطولة افريقيا الماضية والحالية وفي كاس العالم للاندية وفي طولة الدولة المصر المنتاز واللي بالمناسبة ارقامه افضل من ارقام طارق حامد نفسه اللي بيلعب اساسي اصلا على امام عشور داخل النادي الزماني ولكن لان ده شخص شيحا ويعتبر هو كلب مرتضى الوافي بالفعل هو كلب مرتضى الوافي في سوق الانتقالات كان دايما اي لاعب بيحاول نادي الاهلي يدخل فيه ويكون له تابعه او يكون قريب منه كان بيعمل على تطفيش اللاعب ده من النادي الاهلي وتقريبه من النادي المنافس قالك انا متحفز على انضمام حمد فتحي وامام عشور كان الافضل مش بس كده لأ ده قالك ده عبد المنصف افضل حارس في الدوري المصري الممتاز صحيح اللي ما يشوفش من الغربال ما يبقاش اعمى يبقى احمار اه شيحا شيحا شايف ان عبد المنصف ما احترامك كامل امكاناته الفنية واحد من اهم الحراس في الدوري المصري الممتاز شايف انه احسن من محمد الشناوي وان ازاي تاخد محمد الشناوي ومتاخدش عبد المنصف وان المفروض عبد المنصف هو يبقى نمبر ون في حراسة مرمى منتخب مصر ده تعليق شيحا تا الحمير على اختيارات كابتن حسام البابلي في كارسة وخطأ اداري فادح كارسي داخل نادي الزمالك وعيد قوي لما يطلع عضو لجنة تنفيذية في نادي بحجم نادي الزمالك ويقولك والله احنا لما تعقدنا مع سيف الدين الجزيري ما كناش نعرف انه ما ينفعش يتأيد في افريقيا عزيزي المشاهد المتابع الاهلاوي المحترم الاستاذ ابراهيم طلع جاب هو اللي جاب بسيف الدين الجزيري والناس داخل نادي الزمالك قالوله ما ينفعش اللاعب لعب مع نادي المقاولين العرف في الكونفدرالية وإحنا عندنا معلومة ان اللي بيشارك في الكونفدرالية ما ينفعش يلعب في دورة ابطالة افريقيا او العكس قال لهم لا دي بطولة ودي بطولة يا عم الحج اسمع الكلام قال لهم لا يا جماعة انا ابو العريف والله العظيم برين ده فعلا هو بص عارف انت ابو لمعة اللي بيعمل نفسه عارف كل حاجة في كل حاجة هو لابو اخزة ما بيفهمش اي حاجة في اي حاجة هو ده فقال لهم انا يا جماعة عيب انا بقول لكم هيلعب هيلعب ده كلام ناس بتوع اللوايح والقوانين والكلام ده كله فالراجل لا لعب ولا بتاعك جالك بقى ابو لمعة من يومين يقولك انا ما كنتش اعرف ده فضيحة فضيحة بمعنى كلمة فضيحة جدنش ضحك على مسؤولي النادي المنفس جدنش قال لهم يا جماعة يعني الحمد لله انا بدأت مستويه ارجع وحابي بروح اعمل عمرة عشان اخسل نفسي من جوة وارجع بنية صافية بقى ونكسر الدنيا قدام مولدية الجزائر ونصعد ونتقال وانا في العمرة كده قدع عشان نتقاه بجد يا جدنش هتروح تعمل عمرة يا حبيبي قال لهم اه هروح اعمل عمرة وادعلكو وادع للجنة وادع لكل ما يمثل نادي الزمالك وندع للفرقة بالمرة عشان نصعد ونتقاهل يعني المعلومة ان الراجل راح سافر صور خلص مع رامس جلال ورجع تاني هو بالفعل عمل عمرة لكن كان الهدف من السفر ما كانش العمرة بقدر ما هو كان مسافر علشان يصور برنامج رامس جلال دلوقتي فيه يعني حالة من الغضب الشديدة لدى الادارة ان اللاعب ضحك عليهم وخدعهم وانه سافر لغرض غير الغرض اللي هو ابلغهم بيه فعقوبة مغلزة ضد اللاعب بسبب ضحكه على الادارة كمان بالنسبة لي تعالى نروح للخناءة الدايرة دلوقتي بين الاستاذ ابو المعاطي زكي وبين خالد الغندور طبعا ابو المعاطي زكي راجل محترم ملوش دعوة بحاجة الراجل قاعد في حاله لقى خالد الغندور النهاردة وانا اتفاجئت برضو بخالد الغندور طلع علك ايه بقى فاكر مسك سديق كده سديق ما هو اي حد ممكن دولات عايز ايهدد اي حد دولو بص يدلاتك عندي هجيبك ملط هجيبك بالبوس على رأي ما كان بيقول الزبونية فاكر الغندور وجه رسالة للأستاذ ابو المعاطي زكي وقال لك انا معايا سديهاية وفاكر كنت بتعمل ايه وقت مرتضى منصور انا جمعت لك السدي خلاص واش معنى جاي بسلة هان العتال دلوقتي وعبد الماصر زدان بيقبض منه وانا لما كنت بروح حج كنت بروح حج على حسابي مش زي ناس تانية ده كلام مين يا جماعة ده كلام خالد الغندور طد الاستاذ ابو المعاطي زكي هنشوف خلال الايام اللي جاية حوارات ما بين السنائي استاذ ابو المعاطي زكي وما بين خالد الغندور ولكن خلينا اقول لك ان البعض بيعمل خناءات لا اساس لها من الصحة لمجرد انه يحاول ليعمل ترافيك او يعمل ترند ان الناس تخش تعمل له مشاهدات او تتابعوا في القناة بتاعته عشان يعملوا له شوية مشاهدات طبعا الكلام مش مقصود به الاستاذ ابو المعاطي زكي لانه غنى عن التعريف ابو المعاطي زكي انا بتكلم على الطرف الاخر تعالى نروح للحرب الغير شريفة على كابتن احمد شوبيه ما فيه شك ان كابتن احمد شوبيه واحد من جهابزة وعمالقة الاعلام الرياضي اللي لم يكن نمبر ون في الاعلام الرياضي المصري واكيد طالما انت من قدم ناجح اكيد بيبقى ليك اعداء لهذا النجاح من ضمن اعداء النجاح بالنسبة لي شوبيه ناقد رياضي اسمه صلعت عارفين صلعت صلعت ناقد زمالكاوي بيحاول انه دايما يعني يلتقط اي شيء يهاجم به كابتن احمد شوبيه وقد كان انه حاول يستغل موضوع مصطفى شوبيه وانضمام مصطفى شوبيه لقائمة منتخب مصر الاولمبي وبدأ يتكلم صلعت على ان شوبيه بيسيطر على منتخب مصر الاولمبي شوبيه مش كفاية ان ابنه ما بيلعبش في النادي الاهلي لا ده كمان بيدخله في قائمة منتخب مصر الاولمبي وهجوم غير شريف تجاه كابتن احمد شوبيه اللي عرفه ان الراجل الراجل ده لو راجل يا صلعت لما يكون راجل لما يحب يحارب حد او يضرب حد بيروح للراجل دوت ويدربه هو ما يضربش في ابنه لان ابنه ده لسه شاب صغير لسه في مقتبل العمر لسه في بداية مستقبله فاعتقد ان من الوضاعة والنطاعة يا صلعت انك تروح تحارب شبير في شخص ابنه الصغير مصطفى شبير خلصت اخبارنا ما خلصتش حكايتنا استنى كل وراءكم وراءاتكم شكرا لكم دايما دايما سلام عليكم